الآن قال السفير الجزائري لدى تركيا مراد عجابي خميس خلال ندوة افتراضية لمركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط بتركيا حول أفخ العلاقات الجزائرية التركية بمشاركة سفيري البلدين وخبرين وأكاديميين قال إن الأوان قد حان الإعادة كتابة التاريخ المشترك بين الجزائر وتركيا بأنفسنا بعد أن كان ذلك حكرا على مؤرخين غربيين معتمدين على مؤرخين مضيفا أن البلدين يعملان على تثمين أرثهم الثقافية المشترك مثل ترميم بعض المعالم التاريخ للتعود إلى الحقبة العثمانية من جهتها قالت سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أزدمير كوكتاش إن التخارب السياسي الموجود بين البلدين وضع أسسا أو أسسا جديدة للعلاقات الثنائية مضيفا أنه لا يجب أن ينظر إلى العلاقات بين تركيا والجزائر من الجانب الاقتصادي فقط بل تطوير الشق الاجتماعي وبناء علاقات أخوة وصداقة موسيقى موسيقى